فجاءوا عند الشيخ ابن عثيمين وكان في مسجده وفي درسه أكثروا عليه يا شيخ المنكرات يا شيخ يا شيخ بعدين قام واحد ومتحمس جدا والشيخ خلاص سكر الكتاب طلاب علم كتاب لكن سكر الكتاب الشيخ سكرنا والشيخ خلّى 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 يتكلم وهذا هايج يعني إلى متى كيف تسكتون كيف تكتمون العلم كيف تكتمون أمركم الله بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر المنكرات ضجّت والبنوك الربا وكذا كلام كثير إلى متى تسكتون إلى أن هدى الشيخ ولا كلمة يا أخوان الله أكبر رحمة الله عليه رحمة واسعة خلّى 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 لا مفرّغ البطارية كلّا يوم انتهى الشيخ قال له خلّصت بيدوه الله قال نعم نعم خلّصت قال بس ألك سؤال الشيخ يقول له بس ألك سؤال قال له كيف عرفت أننا لم ننكر الله أكبر فعلاً ها لو في عقل لو في عقل قال له كيف عرفت أنه ما أنكرنا وما رحنا وما قلنا كيف عرفت كيف عرفت قال له أنا المنكر قال له تعلمني كيف عرفت هل تستطيع تجزب أني أنا ما روحت كيف تعرف أني أنا ما روحت أو أن أخواني المشايخ الأخرين ما روحوا كيف تعرف لو في عقل كان مفروض يذبح نفسه هذا لو في حياة المفروض يذبح نفسه حقيقة كيف اتهمت العلماء كلهم أسهل من التهمة يا أخوان ما فيه كيف اتهمت المشايخ والعلماء كلهم الشيخ عبد العزيق مشايخ كبار كيف اتهمتهم أنهم لم ينكروا قال له على كل أقعد أقعد كان واقف قال له أقعد هديت قال له والله رحنا قال لكن احنا إذا رحنا ما نرجع لجينا المسجد وصعدنا المنبر نقول يا أيها الناس أني قد ذهبت إلى الأمير وأنكرت عليه واحد أثنين قال لا والله ما احنا من هذا النوع ما احنا من هذا نسر حنا نروح ونكلمهم بيننا وبينهم إن سمعوا فذاك وإن لم يسمعوا فقد قدينا الذي وما نبنعلم قال وليحنا رح وقال له أذكرك قال جاء الناس وأكثروا على أسامة ساب ابن زيد أما ترى ما فعل عثمان يعني كلهم جوا يبون واحد يقود الثورة ضد عثمان من الصحابة فيجاءوا عنده سامة زيد قالوا هذا مقدور عليه يمكن هكذا فكروا لكن صحابة يا أخوان قالوا تعال شوف عثمان فعل كذا عين الأقارب عين مدرمان وسوى كذا وسوى كذا عثمان لا ما تنكر عليه إلى متى ما تنكر عليه قالوا واش تراكم أنه ما أنكرنا عليه نفس الكلمة ذكره بها قال أَوَ كُلَّمَا دَخْلْنَا عَلَى عُثْمَانَ وَتَنَاصَحْنَا وَإِيَّاهِ نَأْتِي إِلَيْكُمْ وَنُخْبِرُكُمْ بِذَاكَاءَ لماذا؟ يلا يلا فردهم أسامة بن زيد فالشاهد يا أخوان يعني نحن نقول هكذا الانكار الانكار عندنا فيه أسلوب ووسيلة ما تروح تحمل السيف وتنكر تقول أنه بننكر لا لا تنكر ويتولد من الشر منكرا أعظم ما سوّت شيء لا ما ينفع